وصل ألاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من القرى والمدن شمال سوريا إلى مدينة بنبج وريفها وذلك بعد أن تحولت مناطقهم لساحة حرب بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش وسط ظروف إنسانية صعبة يعانيها الفارون من الموت قدمنا باستطاعتنا الخبز والماء والمعلبات لهؤلاء اللاجئين نحن لا نستطيع تقديم المأوى لهذا اللاجئين لحتى الآن أصبح عدد اللاجئين 105 ألاف نسماء دخلوا إلى أراضي منبج دخلوا من طريق الخبزة مسكنة الرقة دير حافر ريف الباب الشرقي وطالب محمد الراتب عضو في لجنة الإغاثة في المجلس المدني المنظمات الدولية بتقديم الدعم بعد أن أصبح عدد النازحين الذين دخلوا أراضي منبج وريفها 105 ألاف نسمة مشيرا إلى أن إمكانياتهم للمساعدة النازحين لا تكفي الأعداد الهائلة فيه على كل الجهات دائر من دار مدينة منبج عم يدخلوا ناس وعم نسهل دخولهم وعم نحاول أن أمن لهم المساعدات من خبز ومي وأكل واشرات بالإمكانيات التي أدنى وأكد عبدالله الحامد رئيس لجنة الإغاثة في مجلس منبج أن المجلس المدني لمدينة منبج وريفها يقوم بتسهيل دخول النازحين وتقديم المساعدات اللازمة لهم بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى المجلس ولا شفنا أوحة من الخدمة التي قدموها للنازحين من المناطق ومن الغرى وهم أبناء الشعب وقدموا خدمة للشعب أهالي المدينة هرعوا لنجددهم وتقديم المساعدات الغذائية والأغطية لآلاف العائلات التي شردت وناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم لهم لعلم قدرتهم على إيواء هذه الأعداد الكبيرة من النازحين اشتركوا في القناة